اهلا بكم عزيزي طالب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة مرناك في بيتنا مدرسة وطبعا حلقتنا النهاردة تكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي تخصص النسيج ومعنا مادة ترتيب نسجية ونراجع الجزء الخاص التاني منها وهو جزء خاص بأنسجة الزردخان والأنسجة المزدوجة بقدر امكاننا نحاول نوصل للأنسجة المزدوجة في مراجعتنا لكن عشان يكون فاهمين ان المنهج بتاعنا زي ما قلنا في سنة تالتة هنلاحظ ان كل الأنسجة اللي معايا بتحتمل او بتحتاج لصدقين في معظم التركيم النسجية بتاعتي يمكن ده طبعا بيعمل اجهات شوية على المكانة بتاعتي لكن بقدر الامكان انا بقول انا اللي هميني في النهاية ان يكون سطح القماش يكون مدي مظهر مختلف للتركيم النسجي الموجود عليه ده بيديني زي ما قلنا الشكل الجمالي الشكل الجمالي ده بيساعدني اكتر ان اظهر بالشكل المطلوب طب لما بظهر بالشكل المطلوب ده بيعمل معايا ايه بيحسن مظهر القماشة بيساعدني على عملية تسويقها وده طبعا المطلوب معايا طبعا بخلاف الجودة اللي بتتم اه تصنيع بيها وكمان جودة الماكينيات وهكذا من حاجات كتير جدا باستخدمها عشان اطلع بالجودة المطلوب طبعا وانا بتابع التصمات بتاعتي بحط التركيم النسجية اللي بقى تخيلها طبعا احنا بنشوف تركيب نسجية احنا بنحطها هنا طبعا تركيب بسيطة لكن لو طلعنا على مادة رسم فني لا ده الموضوع مختلف تماما في وضع التركيم النسجية بنشوف تركيب نسجية بمظاهر مختلفة بتديني شكل جمالي اكتر واحسن ده بنشوفه في الامشة المفارش اامشة الاغطية وهكذا والبطاطين طبعا ما حدش يعرف ان اامشة البطاطين عبارة عن اامشة بيتم انتاجها عندنا في النسج بتكون خيوط عادية قبل ما نشوف الوبرة اللي ظهرة قدامك بالشكل المرتفع على سطح الامشة ما بتكونش كده خالص ده هي بتكون اشبه من نسج الكليم مش في تركيبه النسجي لكن في المظهر اللي بتكون طلع عليه اللحمات بتاعتها طبعا اامشة بتبقى منسجات النقشة بتاعتها من اللحمة بتبقى لها اللحمات ومصفات خاصة عشان بعد كده تمر بعملية التوبير وبتظهر الوبرة اللي بتشوفها على سطح البطانية بتاعتك وتكون معجب بيها لها بعد فترة من الاستخدام والغسيل بتبدأ تهبط ويكون شكلها سيء شوية لكن طبعا في بعض الاحيان في خامات بتستخدم بتدي فترة استخدام اطول وبتكون المفرش او الاغطية بتكون بمظهر كويس ده طبعا بيعتمد على استخدامك في عمليات التنظيف لطرق اه بسيطة وتحافظ على ان المنتج يكون بنفس الكوة والمظهر الجيد بتاعه على مدار الاستعمال بتاعه بتخدام بتاعه. طيب تعالوا نطلع على اللي هي الزردخان او زي ما يقول عليها اللي بتستعمل بتستعمل لحمة ظهرة من الوجهين. يعني لحمة ظهرة من الوجهين يعني الوش عليه نقشة والظهر كمان عليه نقشة. ازاي ده? اللحمة لو ظهرة لونها احمر من فوق. وانا انا نشغل مسلا باللحمتين احمر وازرق. هدبقى ظهرة زرقة من تحت. يبقى النقشة لونها احمر من فوق ومن الظهر لونها ازرق. ده بنشوفه في معظم اللي اقمشة الفرش اللي هي بتستخدم على الجنبين او على الجهتين. شكرا بقولك الاماشة دي اللي هي واجهين او بوشين. قدر استعمالها على اي اتجاه. ده اقمشة تبقى من الاساس متصممة بالشكل ده. فبالتالي اقمشة البطاطين اللي هي الطبقة الوحدة بتستخدم على الوجهين. ليه? الاماشة لونها متبادل. طيب. متى تقول فيه اقمشة تانية تبقى نقشل على وش غير نقشل على الضهر. دي اسمها اقمشة مزدوجة. يعني اقمشة اشتغلت على الوجه بلحمات وعلى الضهر بلحمات تانية خالص. ويصل ما بينهم طبقتين. يعني هما طبقة على الوش وطبقة على الضهر. ده هنشوفه لما نطلع على الانسجة المزدوجة. هوا الاماشة اشتغلت على نفس الماكنة. بس الوش كان بطبقة والضهر كان بطبعة. فيه انواع منها متماسكة. وفيه انواع منها منفصلة. بس برضو بستخدم فيه الاماشة دي نظام المزدوجة. طبعا بخلاف الاماشة الوبرة وموضوعات تانية برضو بستخدم نظام الايه اه اه سدقين. تعالوا نشوف اللحمة الظهر من الوجهين ازاي بيتم بتنفذها على اه ورق المربعات. وطبعا بنان عليه بيتم نقل الكلام ده على سطح الاماشة. هنا طبعا بيقوللي اه الاماشة دي بتستعمل في صناعة انسجة المفروشيات والستاير واغطية الموائد والاسرة والاحزمة العادية. ده الاستخدام مميزاتها ظهور الوان اللحمة على وجهي المنسوج. ويستعمل صدائين للحصول على هذا المنسوج. واكد على صدائين لان كل الانسجة اللي احنا او معظم الانسجة احنا بنستخدمها او بندرسها في المرحلة دي تستخدم صدائين. صداء الاول عندي بيسمى حشو ولا يظهر على وجهي المنسوج. الصداء موجود لكن ما بيظهرش على وجه المنسوج. انا هنا عندي اللحمة الظهرة هي الوحيدة اللي ظهرة. فبالتالي الصداء الاساسي او الصداء الحشو ما بيظهرش. بيختفي بين اللحمات. ونحصل على طريقة النقشات المطلوبة عن طريق اختلاف الايه? الترتيب الخاص بايه هذا الصداء. في بعض الاحيان بيظهر صداء الحشو على وجه المنسوج للحصول على تأثيرات خاصة. ده في بعض الاحيان لكن في كل احيان ما بيظهرش. السداء التاني هو سداء التحبيس. ده اللي بيعمل عملية التماسك ما بين الخيوط وبعضها وبين اللحمات عشان نخليها ما تنصرمش او ما يكونش عرضة للقطع اثناء عملية ايه النسج او بعد نسجها او اثناء استخدامها. ده بيستخدم للتحبيس على اللحمات في وجهي المنسوج دون التأثير على الوان اللحمة. ترتيب صد الحشو اللي صد التحبيس. تبقى واحدة حشو لوحدة تحبيس او اتنين حشو لوحدة تحبيس او اتنين حشو لاتنين تحبيس او اربعة حشو لاتنين تحبيس او تلاتة حشو لوحدة تحبيس. ده الترتيب اللي هو متعارف عليه في الاستخدام على سطح الايه? القماش. توقيع التركيب النسجي على ورقة مربعات بيتم ازاي توقيع التركيب النسجي? بيتم كلاتي. اول حاجة بحدد على ورقة المربعات التصميم او التأثير المطلوب اخراجه على القماش. انا بحدده بعرف مساحته الاول. بعدين. تاني حاجة بحدد على ورقة مربعات مسافة افقية في اتجاه اللحمة تمثل خيوط الحشو والتحبيس اللازمة للتكرام. يبقى انا هنا عندي النقشة بتاعتي اصلا من اللحمة بس انا بعمل مساحة للحشو والتحبيس حسب الترتيب اللي احنا لسه ايليين عليه. تالت حاجة بحدد على ورقة المربعات مسافة رأسية. في اتجاه السدى تمثل مجموعة حدفات الوجه والدهر. مسافة رأسية في اتجاه السدى تمثل مجموعة حدفات الوجه والدهر. يعني لو لو ما شابلونين عندي وجه ودهر. يبقى عندي مساحة اللحمة الوحدة محتاجة صفين. تمام كده? نطلع تاني بعد كده على الجزء الرابع. يوضع دليل افقي لفتل الحشو وفتل التحبيس. دي بقى المحتاجة ايه? واحدة حشو واحدة تحبيس. يبقى انا عندي حاجة للحمات وحاجة كمان للسدى. خامس حاجة يوضع دليل رأس الالوان اللحمة الوجه والضهر. ده بالنسبة لدليل اللحمة. سادس حاجة يتم توقيع سن ممتد من السدى اتنين على اتنين. على فتل التحبيس في حالة التصميم الاز يحتوي على لونين او ممتد تلاتة على تلاتة في حالة التلاتة الوان. يبقى انا عندي اتنين على اتنين للونين. وتلاتة على تلاتة ليه التلات الوان. سابح حاجة يتم وضع علامات التصميم على فتل الحشو. حسب الدليل. يبقى علامات التصميم بتكون على فتل الحشو. وده اللي بيعمل لعملية الانفصال او التبادل ما بين اللحمات وبعضها اصناء عمليات الايه? عمليات تنفيذ التركيب النسجي على سطح القماشة نفسها. تامن حاجة يستخرج اللقي. تخصص درقتين للقي فتل التحبيس. ويخصص عدد من الدرق للاقي فتل الحشو. ليه عدد من الدرق لفتل الحشو? لان فتل الحشو هي المسؤولة عن اظهار التصميم بتاعي على سطح القماشة. يبقى المسؤول عن فصل التصميم عن بعضه او اظهار النقشة على سطح القماش هيكون هو فتل الحشو. لما بخفضها لتحت بخفض معايا الفتلة المطلوب او اللحمة المطلوب اظهارها مثلا من الاعلى وهكزا. بيتم التبادل ما بين فتل الحشو وبعضها. يبقى لو انا عندي اللونين يبقى عندي فتل الحشو لللون الاول فتل الحشو لللون التاني. كما يعني انا شغال اللحمة. بس عشان اللون الاول ده لما هنخفض اللون بتاعها هيرتفع لاعلى. والتاني لو ارتفعت لاعلى اللون بتاعها يكون منخفض وهكزا. فبيحصل التبادل ما بين رفع وخفض فتل الحشو للمسؤولة عن مجموعات الألوان فبالتالي بيحصل عملية التبادل ما بين الألوان ممكن نعمل فتل حشو للجزء الأولين وجزء التاني ويتبادله مع بعض وبالتالي أنا بحذف اللحمات بتظهر اللحمات بالتبادل وبالتالي أنا كل مطلوب مني في النوع ده من التراكيب النسجية هو إظهار ألوان اللحمة صريحة على سطح القماش بمعنى إنه عايز شوف اللون الأحمر أحمر اللون الأزرق أزرق طب وإيه الفرق ما بين النوع ده والأنسجة اللي فاتت أنا مش شاهد فرق ما كده كده بحذف اللحمة هقولك الفرق بيكون بسبب إنه عندي فتل حشو فتل الحشو بتحافظ على إن اللون يكون صريح واللون التاني بيكون أسفله أسفله عامل نقشة من الأسفل طب ما طبيعي إنه تبقى واحدة فوق واحدة من تحت طب إيه الفرق الفرق إنه يكون عندي تشييفة في النوع ده من الأنسجة فبالتالي اللحمات هتكون متجورة اللون التاني مش هيقدر يعمل تحبيسة لأن المسافة دي مسافة نقشة اللون الأحمر فبالتالي عايز تعمل تحبيسة بقى أعملها في في الأماكن اللي هنفصل فيها عن بعض وهنيتبادل الألوان ما بينها وبين بعض فيها فبالتالي هامش مسافة حمرة وهديس أطلح أحمر اللي تحته يطلع مكانه الأزرق وكذا ويتبادله ويفضل تبادل بينهم وبين بعض فكأن الأماكن اللي هيحصل فيها التبادل هي أماكن تعاشق اللحمات دي مع بعضها عشان تظهر لي ايه تظهر لي بالشكل المطلوب طيب هنا هيقول لي بحاجة تانية انت هنا بتقول إنه فيش تحبيس اللون هيكون صريح طيب أمال ايه بقى السن الممتد 2 على 2 اللي انت عامله السن الممتد اللي 2 على 2 اللي انا عامله ده عشان أنا عندي يكون فيه تشييفة كبيرة لللحمة فبالتالي أنا مش عايزها تشييفة المسافة دي كلها من غير ما يكون متماسكة فبالتالي الخيوط بتاعت التحبيس هتحبس على اللحمات في الأماكن دي طيب معنى كده إن فيه تحبيس إن اللون التاني هيظهر مع اللون الأولاني في أماكن التحبيس هقولك لأ النوع ده من الأنسجة هيخلي إن التحبيسة بتاعت تحت اللون اللي تحت مسكل الفتل بتاعتي من اللحمات بتاعتي من تحت واللحمات اللي من فوق برضو متحبس عليها بالشكل المطلوب فبالتالي ما فيش أي التقاء ما بين اللونين على السطح أو على الضهر فبالتالي هتظهر الألوان صريحة الأزرق أزرق والأحمر أحمر كلام ده احنا بنقوله لسه نظر على سطح القماش طب هفرقوا ما بينه وبين المزدوج سهل تفرقهم هقولك لا ده أنت عشان تفرقوا بينه وبين بعض في المزدوج هيكون سهل إن السطح ده هيكون عليه تحبيس أما المزدوج لا يكون قماشة بشكل عادي يكون نقشة الأعلى ونقشة الأسفل فالموضوع مختلف ما بين المزدوج يعني مش هتبقى فكرة مشابهة المزدوج بس ما هيش مزدوجة ما فيش علامات انفصال ولا اتصال لا ده هنا فيه ألوان صريحة للوجه ألوان صريحة للدهر تعالوا نشوف الشكل ده أو التصميم ده بيتمزع عشان يكون الموضوع أوضح معانا شوي هنا لو بصينا على التصميم اللي معانا دلوقتي هللاحظ إن هو مجموعة مربعات لونها كلها لون واحد تعالوا كان نشوف التصميم عشان نتوضح العملية معانا أكتر هي احنا نشايفين إن هنا عندي أربع مربعات فأربع مربعات طول وعرض الدني مربع بالشكل ده ومربع كله لونه كحلي الله طب والظهر لونه إيه هيكون اللون التاني هيكون أبيض أزرق أي لون بقى المهم إن أنا عايز اللون ده هو اللي يكون ظاهر عندي على سطح القماش اللون التاني يظهر على الظهر براحتوها أي أن كان حط اللون اللي انت عايزه على الظهر طيب هنا المساحة بتاعتي بالشكل ده أربع فأربع طب تعالوا نشوف لما حصل لها عملية الفرد أنا هنا أول حاجة قال لي إيه قال لي هتحط الأدلة بتاعتك هنا مثلا لو نكلمنا هنا عن العلامات الإكس دي هي علامات فتل الحشو والدوائل الزرق دي علامات فتل التحبيس وقلنا التحبيس بتاعها يكون سن ممتد اتنين على اتنين على فتل التحبيس فقط لغير ليش ده هو بفتل الحشو نهائي تمام كده طب تعالوا بقى على الجزء التاني وهو طبعا المفروض الاتنين دول هندمجوا مع بعض في تصميم واحد مش معقولة هعمل دا الواحد ودا الواحد بس هنا عملناهم لوحدهم عشان نفرق معاكوا الشكل هنا هنلاحظ انه جيه هنا في اللون الاول وداله علامات اكس واللون التاني داله علامات دايرة فهنا هو استخدم للوجه لون ازرق وللظهر لون احمر فبالتالي هنا ضهر وجه ضهر وجه ضهر وجه للاخر تمام كده لما جيه هنا يوزع بقى علامات الايه علامات الضهر قال لي ايه اذا تقاطع اللون الاول مع فتل الحشو هحط علامات اللون الايه اللون الاول عليها فتقاطع اللي حقمات مع فتل الحشو حط اللون الاول تمام كده طيب تعالوا نشوف بقى تجميع التصميم مع بعضها هنا دا شكل التصميم اللون الاولاني بتاعي اللي هو اللون الاحمر اللي هو مفروض يظهر عندي على الوجه في الحالة دي اذا تقاطع مع فتلة الحشو فهو عامل علامة هنا هنا فتلة الحشو نزلت لأسفر نزلت لأسفر عشان هنا اللحمة بتاعتها تظهر باللون الايه باللون الاحمر اللي هو كنا من شوية كنا حطينه لون سادة عندي على الوجه في الحالة دي التقاطع التاني اللي هو بتاع اللحمة التانية هيكون لونه ابيض معناه ان هنا فتلة الحشو هي اللي كانت لأعلى طبعا الحماد دي بتتضمل بعضها بالسبب لايه السن الممتد فبالتالي كل الاحمر ده هيكون متلاصق جنب بعضه وهديني المربع اللي احنا شفناه من شوية يبقى الوجه لونه باللون الاحمر والظهر اللونه باللون الازرق او بالعكس على حسب ما احنا ايه هنتفق وبالتالي تقاطع علامات اللحمة مع علامات الحشو هياخد لون اللحمة بالشكل ده كل علامة حشو تقاطعت مع لون اللحمة هتاخد لون اللحمة بالشكل ده وهيزهر قدامي التصميم بالشكل ده هنلاحظ عدد المربعات اللي متلونة باللون الاحمر اربعة بالزبزة التصميم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة في الارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة في العرض تمام كده هنيجي بقى على لقي النوع ده من التصميمات فتل الحشو كلها هتتحط على درقة واحدة لانها تتحرك حركة واحدة يا مرتفعة يا منخفضة اما هنا النسيج السادة الممتد هيتحط على درقتين درقة اولى درقة تانية اولى تانية دي فتل ايه فتل اللي هي الخاصة بالتحبيس اللي هي بتستخدم سن ممتد اتنين على اتنين طب تعالى بقى على رباط الدوس رباط الدوس هنا هيبقى عندي دواستين للارضية او للتحبيس للسن الممتد ودواسة تالتة لفتل الحشو فبالتالي هنا او الحتفة الاولى بيقول هتضغط على الدواسة الاولى وتسيب التانية وتضغط على التالتة الحتفة التانية هتضغط على الدواسة الاولى مرة تانية وتسيب التانية والتالتة الحتفة رقم تلاتة هتسيب الدواسة الاولى وتضغط على التانية والتالتة حتفة الاخيرة في التكرار مش في التصميم عموما هيقول لي بتسيب الدواسة الاولى وبتضغط على التانية وبتسيب التالت عشان يظهر للتصميم بالشكل ده وتظهر الحركة بالوضع ده فبالتالي يظهر وجه التصميم بلون وظهر التصميم بلون تاني خالص كده انا شغال بيعتبر كاني بشغال بايه بلون واحد يكون ظاهر على السطح تعال نشوف بقى التصميم لو انا عايب اظهره باللون الازرق هو اللي يكون على السطح هنا هيقول لي ايه بقى تقاطع اللون التاني مع فتل الحشو هو اللي هيتلون خد بالك ده التأثير اللي هيبقى على الظهر ممكن اخليه على الوجه بس هنا هقول ايه تقاطع اللون التاني مع فتل الحشو هو اللي يتحط لونه طب نرجع خطوة كده الورا هنا اللون الاحمر لما تقاطع مع فتلة الحشو حطيت في المربع بتاعه لون احمر خد بالك لما يجي بقى على التصميم التاني تقاطع اللحمة الزرق مع فتلة الحشو لونت الموضع بتاعها باللون الازرق في الحالة دي اللون الازرق بتاعي ده هو اللي هيكون ظاهر على السطح عشان يديني المظهر ده على سطح الوباشو يا ممكن يكون هنا الوجه باللون الازرق فبالتالي هعمل التصميم بالشكل ده او ممكن يكون باللون الاحمر يبقى هعمل التصميم بالشكل هكوني اشغالينه من شوية هنا طبعا بيختلف روباط الدوس في الحالة دي طبعا هنا اللاقي زي ما هو فتل الحشو عندي على درقة وفتل النسيج السادة اللي هي فتل التحبيس على درقتين اه لنسيج السادة وابدأ طبعا هعمل روباط الدوس بالشكل ده. الحتفة الاولى بيرفع الدراء الاولى ويسيب الباقي. الحتفة التانية بيرفع الاولى ورقم تلاتة. الحتفة التالتة بيرفع رقم اتنين. حتفة الرابعة بيرفع رقم اتنين وتلاتة. وفي النهاية طبعا مع تكرار الرفع والخفض في التصميم هيزهر لي الاماشة بسطح لونه ازرب. انا كده ممكن اخلي سطحها بلون وظهرها بلون تاني وهكذا لان هي ظهرة من الوجهين فبالتالي بشتغل بالشكل ده تعالوا نعمل لحمة الظهرة من الوجهين وهنا هخلي التصميم بتاعي اقلام رأسية انا عندي المين الم لونه احمر و الم لونه ازرق هنا يحصل تبادل وبين الالوان على سطح الاماش هنا الموضوع هيبقى سهل السطح التاع هيبقى شكله بسيط و اقلام بيقول لي ايه الالم الاولاني لون الوجه احمر ولون الظهر ازرق الالم التاني لون الوجه ازرق ولون الظهر احمر اي ان الالم التاني عكس الالم الاول ايه في الحالة دي هلاحظ تقاطعات فتل الحشو مع اللحمات هو ده اللي هيزبط معايا التصميم تعالوا نشوف التصميم يتنفذ ازاي هنا التصميم بتاعي بالشكل ده ولاحظ تقاطع الحشو مع اللحمة انا عايز اللون الاحمر يظهر في الاتجاه ده يبقى كل تقاطع فتلة حشو مع لحمة لون احمر هلون الموضع بتاعها اهو سبنا او يعني كده كده مفيش خلاف على وجود التحبيس بان السن ممتد اتنين على اتنين لانه عند التصميم بلونين فبالتالي السن ممتد اتنين على اتنين متوزع في المساحة بتاعتي بالشكل المطلوب مفيهاش مشكلة لكن هنا بعد ما ضربت عرض التصميم ورتفع التصميم في اتنين اداني المساحة الجديدة دي المساحة الجديدة دي زي ما قلنا فتل الحشو تقاطعها مع لحمات النقش ياخد لونها طبعا هنا عندي كم لحمة اه او كم علامة نقش فيه الالم الاول عندي اربع علامات نقش ادي علامة اتنين تلاتة اربعة طيب اللون التاني تقاطع اللون التاني مع لحمة اللون التاني حشو بتاعي مع لحمة اللون التاني في الالم التاني هتاخد اللون التاني فبالتالي صف الاحمر بس هو اربع علامات وصف الازرق هيبقى الاربع علامات في الجزء التاني من التصميم بالتالي هيحصل لنا تبادل وتعاشق وتقاطع اللحمات مع بعضها وده هيعمل تماسك اكتر للالوان في الجزئية دي يبقى عند الفتلة دي كده هيحصل التبادل بتاعي بالسبب تغير حركة ايه حركة فتل الحشو فتل الحشو دي لازم تكون على درقة منفصلة عن فتل الحشو رقم اتنين عشان يحصل للإقلام دي ليه لان ده هتكون بحركة ودي هتكون بحركة هنا هتكون مرتفعة اثناء الخفاض دي وهنا هتكون منخفضة اثناء ارتفاع التاني فبالتالي انا عايز درقتين للحشو وعايز درقتين للارضية يبقى التصميم للإقلام ده هيحتاج اربع درقات درقتين ارضية او زي ما احنا بقولها اليوم درقتين تحبيس عشان ده المسمى الموجود معايا في النوع ده من التصميمات درقتين تحبيس ودرقتين تحبيس على مستوى القماشة بعرض التصميمة وبعرض القماشة مفوش اي مشكلة اما هنا في الحشو كل اربع فتل حشو على درقة يبقى من واحد لاربعة حشو على الدرقة رقم تلاتة والدرقة رقم ربعة من الخمسة لتمانية حشو يبقى الترتيب بتاعي حشو تحبيس حشو تحبيس حشو تحبيس حشو تحبيس حشو تحبيس للاخر برضو بس هنا مجموعة رقم واحد للحشو مجموعة رقم اتنين للحشو تمام كده يبقى انا كل لون عشان يظهر لازم يكون له مجموعة فتل حشو منفصلة يبقى لون الاحمر لو فتل حشو لون الازرق لو فتل حشو طب لو كب بتلات الوان يبقى لون الاحمر لو فتل حشو اللون الازرق اللي هو فتا الحشو اللون الاخضر اللي هو فتا الحشو يبقى عندي هنا كام تلت الوان لكل لون مجموعة فتا الحشو خاصة بيه بالتالي هقدر اتحرك ما بين الالوان وبعدها واقدر اظهر الالوان في المواضع اللي انا محتاجة اذا زاد الموضوع عن كده فيه موضوع تاني لازم ان انا اشتغله على فتا الحشو عشان اقدر اظهر بالشكل المطلوب بالتالي هبدأ ان انا اغير الاستراتيجية اللي نشغل بها في تحريك فتا الحشو عشان تظهر ان قرشات بتاعتي تقاطع فتا الحشو مع لحمات اللون لازم تكون واخدى نفس اللون عشان لما اجيح حرك روباط الدوس ابعارف انا بحرك انهي اه فتا الحشو لأي لون تعالوا نشوف ايه الروباط الدوس عندي هنا بتم تنفيذه ازاي بناءنا على التحريك المطلوب هنا طبعا زي ما بنقول ان هنا طبعا عندي اربع دراءات لهم اربع دوسات بخلاف التصميم اللي قابليه طيب هنا عندي دوستين الاولى والتانية هيكونوا لفتل التحبيس التالتة والربع هيكونوا الفتل الايه الفتل الحشو طب تعالوا نشوف فتل الحشو عندي هنا هتكون بالتبادل اولى تانية اولى تانية عشان تظهر التصميم الايلام بالشكل المطلوب طبعا فتلة الحشو رقم واحد لونها احمر فتلة الحشو رقم فتلة اللحمة الحشو اللحمة عموما بتاعت الملونة تكون اللحمة الحمرة رقم واحد واللحمة الزرقة رقم اثنين اما مجموعة الحشو رقم واحد اللي هتحرك او هتتحرك مع اللحمة الحمرة ومجموعة الحشو رقم اثنين اللي هتحرك مع اللحمة الزرقة تعالوا نشوف الحتفة الاولى هنرفع فيها مين هنرفع فيها الدرقة رقم واحد والدرقة رقم تلاتة الدرقة رقم تلاتة مسؤولة عن رفع فتر الحشو مجموعة رقم واحد اللي هي فيها فاتلة حشو رقم واحد واتنين وتلاتة واربعة اللي هما لو تحركوا هيزهروا لي مجموعة اللحمات الحمراء فهتمر اللحم الحمراء وتظهر في الموضع ده وهيتحبس عليها التحبيص بالسن اللي ننتده اثنين على اثنين طيب رقم اثنين هيرفع فيها الدرقة رقم واحد برضو والدرقة رقم اربعة درق رقم 4 لما تترفع هترفع لمجموعة الحشو رقم 2 اللي هي موجودة عند الألم اللي لونه أزرق طب الكلام ده كله مش بيظهر معايا فيه روباط الدوس والتصميم واللقي والترتيب الألوان سواء كان فيه اللحمة أو ترتيب الخيوط اللي موجودة عندي فيه السد ده بيظهر في جزء تاني خالص وهو المطلوب إظهاره اللي هو الجزء ده الجزء ده ده تقاطع خيوط البتاعتي مع لحمات الملونة اللي موجودة عندي عشان تظهر الإعلان هنا بيقول لي إيه إذا كان الوجه أحمر فالظهر بتاعه لونه أزرق والعكس إذا كان الوجه أزرق فالظهر بتاعي لونه أحمر زي ما قلنا قبل كده المسؤول عن عملية التبادل دي هتكون هي فتل الحشو مش فتل التحبيس بناني على إيه فتل التحبيس بتعمل تماسك بس على الحمان أما فتل الحشو هي اللي بتحرك الأحمر لأعلى أو الأحمر لأسفل ليه أنا عندي دي مجموعة فتل حشو مسؤولة عن تحريك اللون الأحمر وعندي هنا مجموعة فتل حشو مسؤولة عن تحريك اللون الأزرق إذا كانت الفتل دي لأسفل معناها أن الأزرق هو اللي فوق في حالة أن دي الأسفل يبقى الجنب الثاني يكون لأعلى معناها أن الأزرق لأسفل فبالتالي يحصل التبادل بالسبب اختلاف حركة فتل الحشو فتل الحشو تتبادل حركة مع بعضها عشان تعمل تبادل الألوان مع بعضها فبالتالي عندي مجموعة ترتفع بل مجموعة الثانية منخفضة وهكذا بالتبادل الكلام ده مع اللونين لكن مع الثلاث ألوان الموضوع هيكون مختلف في الحالة دي ضهر القماش في أكتر من لونين هيكون فيه عملية خلط في ألم من اللقلام أو عموماً اللقلام أو اللونين التانيين هيكونوا عاملين خلطة في الضهر فبالتالي لازم خلط الضهر ده يكون محسوب في الحالة دي أنا قادر أستخدم القماش دي على وجه واحد قاله عايز أستخدم الوجه التاني فهتحمل وجود اللونين مع بعض لأنه صعب أن أنا أخفي اللون التاني من الضهر فبالتالي ده ما بنقول لأولادنا أن الضهر النوع ده من الأنسجة بيكون فيه مسج ما بين اللونين بتوع الضهر طب إحنا هنا بنتكلم عن اللون اللي ظاهر في الوجه وبيتبادل مع الضهر تعالوا نشوف بقى لو زودنا الألوان وخلناها تلاتة إلا يحصل تعالوا نشوف المواصفة اللي معنا اللي بنانا عليها نرسم تصميم بتلات ألوان هنا بيقول لي قماش زردخان مقلم أقلام رأسية من تلات أقلام في التكرار الألم الأول أخضر التاني أزرق التالت أحمر يعني كده عندي تلات ألوان هنا ظهرت المشكلة بتاعتي يبقى هنا عندي كم مجموعة فتا الحشو وعندي تلات مجموعات فتا الحشو تعالوا نشوفوا لإيه الترتيب الترتيب بتاع بيقول لي إيه ترتيب اللحمة لون أخضر للون أزرق للون أحمر عندي تلات ألوان هيكونوا فوق بعض ترتيب السدة طبعا هيكون واحدة الواحدة زي ما هنعارفين واحدة حشو الواحدة إيه تحبيس هنا طبعا التلات ألوان بتوعي هنا بيقول لي كم فتلة في الأخضر نعايز أربعة يظهروا في الأخضر اتنين في الأزرق اتنين في الأحمر هنبدأ نفرد التصميم على وراء المربعات ونشوف التصميم بالشكل ده ده التصميم هنا التصميم بيقول لي إيه أنا عندي تلات مجموعات فتل حشو المجموعة الأولى وهي أربعة فتل المجموعة الثانية فتلتين المجموعة الثالثة فتلتين هيظهروا فين؟ هيظهروا هنا عندي في التقطعات طب النوع ده من التصميمات بيحتاج سن ممتد 3 على 3 ليه التحبيس قد السن الممتد 3 على 3 اهو 3 على 3 موجود مفيهوش اي مشكلة طب تعالى بقى ليه الحشو والتحبيس ترتبهم حشو تحبيس حشو تحبيس للاخر طيب لأيهم اولا انا عندي درقتين للسادة معروفين الدرقة الاولى للفتلة الاولى في السادة والدرقة التانية للفتلة التانية من نسيج السادة طب الحشو انا عندي 3 الوان يبقى عندي 3 مجموعات حشو المجموعة الاولى للون الاخضر ودي مجموعة الحشو الاولى على الدرقة رقم 1 من درقات الحشو المجموعة التانية للون الازرق هتكون على المجموعة رقم 2 للحشو او درقة رقم 2 للحشو المجموعة التالتة للاحمر هتكون على الدرقة رقم 3 لدرقات الحشو يبقى انا عندي 3 درقات الحشو ودرقتين للارضية درقات الحشو ليه الحشو ودرقات الارضية ليه النسيج السادة الممتد 3 على 3 طيب في التحريك هتتحرك ازاي ده انا عندي كل تقاطع لون مع فتل الحشو بتاعته هيتحط عليها لون اللحمة بتاعته يعني قدل اخضر بيتقاطع مع فتل الحشو بتاعته تاخد لون اخضر طيب ما هي فتلة حشو هي هتتقاطع مع اللا اخضر اقول لك لا ده بتاعت اللون رقم اتنين لما اطلع اللون رقم اتنين واقول الفتلة دي بتاعته تقاطعها مع اللون رقم اتنين احط اللون رقم اتنين مجموعة رقم تلاتة لو طلعت معها كده هلها بتتقاطع مع اللون رقم تلاتة احط اللون رقم تلاتة يبقى هنا عندي 3 مجموعات بيظهرولي بالشكل ده بيعملوا 4 دوس مختلف شوية ده فيه 3 مجموعات ظهرين قدام في التحريك يبقى عندي سن ممتد 3 على 3 زي ما احنا شايفين وبرضه التحريك زي ما احنا قلنا بتحريك الدرق الدرق الاولى بتترفع ومعها الدرق رقم 3 في الحطفة رقم 1 حطفة رقم 2 الدرق الاولى واربعة في الحطفة رقم 3 الدرق الاولى وخمسة يبقى بتفضل التحبيسة شغالة مع الالوان وهي الشغال عشان كده اللي بلونين بسن ممتد 2 على 2 واللي بتلاتة الوان بسن ممتد 3 على 3 طيب تعالى بقى للجزء الاهم اللي بيظهر في الكلام ده اللي احنا قلناه من شوية التبادل بيتم بسبب تبادل الحركة الخاص بسدى الحشو لما بعمل تبديل على سدى الحشو بيتخفض او بيرتفع لأعلى فبالتالي بيحصل التبادل بتاع الالوان اللي احنا بنشوفه زي ما قلنا من شوية ان اللون في الحالة دي بيكون صريح على الوجه اما الظهر بيكون فيه مزج ما بين اللونين التانية يبا هنا اذا ظهر اللون الاخضر على السطح اسفله بيبقى خلط الازرق مع الاحمر ده طبعا الرؤية بتاعت العين اذا ظهر اللون الازرق على السطح ظهره بيكون خلط الاخضر مع الاحمر اذا ظهر اللون الاحمر على السطح ظهره بيكون خلط الازرق مع الاخضر في الحالة دي القماشة صعب استخدامها على الظهر فبالتالي يفضل استخدامها على الوجه طب وهي على الظهر بيكون شكلها سيء لا بيكونش سيء ولا حاجة بيكون مدية شكل جمالي برضو لو حابب ان تستخدمه على الظهر عادي ما فيش اي مشكلة مش يحصل اي حاجة وتبقى الشكل بتاعها مميز ما فيش اي مشكلة فيه ده طبعا بالنسبة للاستخدام على الوجهين بالنسبة ليه اللحمة الظهرة من الوجهين فاقدر استعمل بالشكل بقى احنا كده اشتغلنا باللون وباللونين واشتغلنا كمان اللام بتاعتي طب تعالوا نشوف اللحمة الظهرة من الوجهين اقلام افقية انا كنا شغالين اقلام رأسية تعالوا نشوف الاقلام الافقية شكلها عامل ازة ده الاقلام الافقية ده تأثير اقلام افقية والتكرار الامين اه واجه اللون الاول باللون الازرق والظهر بيكون باللون الاحمر وهكذا بيعكس فيه الاقلام التاني هنا بقى فيه مشكلة تانية كبيرة هتظهر معك هنا انت عايز اللون يظهر فيه الاقلامين في نفس الوقت هنا بيقول لك بقى اللونين موجودين ومجموعة الحشو هي مجموعة واحدة مش مجموعتين معين هنا فيه لونين بس هنا ما فيش تغيير في الالوان غير عن طريق اللحمة بس اما الحركة فهي واحدة فبالتالي مجموعة الاحمر او اللحمة الحمرة تقاطعها مع فتل الحشو بتحط عليها العلامات الحمرة وما تطلع فوق عند اللحمات الزرقه لما تتقاطع على نفس فتل الحشو هتحط عليها العلامات الزرقه يبقى في حالة ان الالوان او الاقلام تكون من اللحمة مش محتاج تعمل درق منفصل لفتل الحشو بتاعت اللون الاول عن اللون التاني بالعكس اللونين هيكونوا على نفس فتل الحشو وبالتالي مش محتاج غير درقة واحدة بس لفتل الحشو فبالتالي هنا هشتغل بسن ممتد 2 على 2 للتحبيس بالنسبة للفتل التحبيس وبالتالي هحتاج له درقتين اما الفتل الحشو هتتحط على درقة واحدة وبالتالي تقاطع فتل الحشو في اي موضع مع اللحمات هياخد لون اللحمة الموجودة عندي في الدليل فبالتالي التقاطع هنا هيظهر التقاطع المنخفض هنا هيظهر مع بالعكس طبعا هنا ظاهر هنا عند اللون تاني يكون فيه الظهر يعني في حالة ان اللون الاحمر هنا هو اللي ظاهر على الوجه يبقى الازرق هنا ظاهر على الضهر وبالتالي الالم ده هيكون لونه احمر على الوجه اول ما بعكس وبظهر اللون الازرق على الوجه بيكون اللون الاحمر على الضهر طب ايه هنا المختلف اللي يخليني اطلع او اظهر بالشكل ده ما يحصلش اي مشكلة تعال او كده بص على دليل الوان اللحمة دليل الوان اللي حما بيبدأ بالإيه باللون الأحمر ثم الأزرق ثم الأحمر ثم الأزرق أحمر أزرق أحمر أزرق هنا انتهى التصميم أو انتهى القلم الأولين تعال بقى على القلم التاني بيبدأ باللون الأزرق عشان يقدر يحرك الخيود بشكل مظبوط وإلا هيقدر هيعمل حاجة تانية فرباط الدوس عشان يخلي اللي حما تتكرر لا ده هنا عندي لا هيشتغل بشكل طبيعي وبشكل عادي ثلث بس كله هعمله هيغير ترتيب الألوان بمعنى انه يشتغل أول أربع لحمات بالترتيب العادي أحمر أزرق أحمر أزرق ويجي عند آخر أربع لحمات لو بيستخدموا القلم رقم اتنين هيعكس ويبدأ بالأزرق أحمر أزرق أحمر يبقى هنا أحمر أزرق يفضل لغاية هنا وهناحز اللي اتنين أزرق هنا جنب بعض ليه هنا بدأ بأحمر وانتهى بأزرق وهنا في القلم الثاني لازم يبدأ بأزرق وينتهى بأحمر لما يعكس الألم مع التكرارات هلأ الأحمر في نهاية الألم بيلتصق أو ملاصق لليحمة حمرة تانية وده عشان يظهر معاك التبادل بتاعك يظهر الألم الأحمر وجهه أحمر وضهره أزرق والألم الأزرق يظهر وجهه أزرق وضهره أحمر بالتالي أنا مش هغير في اللاقي ومش محتاج أن نغير في مجموعات اللاقي بتاعتي بالعكس أنا هشتغل على طول طب لو عمل حاجة غير كده كان عمل مساحة تانية وعمل آآ خيوط نقشي تاني معلش هتكون بقى خيوط اللي هي الحشو مرة تانية هتبقى عندي فدلتين حشو أنا مش عايز فتاة الحشو الزيادة تكون موجودة ببعضها لا ده أنا محتاج أن فتاة الحشو تكون من نفس الترتيب عشان تظهر من نفس المظر هنا طبعا انتقل على طول روباط الدوس وظهر روباط الدوس بالشكل اللي عادي بتاعه كأنه يفيش أي حاجة وكان التكرار هو بارتفاع أربع لحمات عشان يظهر قدامي تكرار اللي بتاعي أو الروباط الدوس بتاعي وهكذا طبعا بيتكرر لنهاية التصميم فبالتالي هنا هينسى أن فيه ألوان لأنه غير الترتيب وظبط الترتيب عنده على المواكيك وبدأت المكنة تشتغل بشكل طبيعي كل التأثير بتاعي بيكون باختلاف الألوان أولا بغير الألوان بيتغير اللون اللي ظاهر على سطح القماشة بتاعتي في الموضع بتاع الألم العرضي يبقى هنا فيه ميزة حلوة جدا في الإقلام العرضية عن الإقلام الطولية تعالوا نشوف لو زودت الألوان وخليتها بتلات ألوان بس تلات ألوان عرضية مش أفقية آه أفقية مش رأسية هنا بقى هنرجع تاني للوضع بتاعي هنا بيقول لي إيه بيقول لي أنت عندك تلات ألوان تلات ألوان دول هتصرف معهم إزاي وانت عندك هنا الشكل بتاعك هقولك أنا أعتبر تلات ألوان دول كأنه هم لونين ما أنا هنا هحرك لحمتين فبالتالي أنا مش محتاج تحبيس أكتر من سن ممتد اتنين على اتنين تلات ألوان مش هأثروا معايا في النقوش الظهرة أو اللي عامل أقلام عندي عرضية أنا كنت بستخدم بستخدم الكلام ده في الطولية لأن الطولية كان أو الرأسية كانت في عندي الشغل في الأساس كان بيبقى على تغيير الألوان من تبادل فتل الحشو هنا فتل الحشو هتفضل برضو على نفس الدرقة بس هنا بقى هيعمل إيه الألم الأولاني هاختار لون يكون في ظهره هنا اللون هيكون صريح على الوجه وصريح برضو على الظهر مش يكون في خلط ما بين الألوان هنا إذا كان مخلي الأحمر وجه ممكن يخلي الأخضر ظهر وهنا إذا خلي الأخضر وجه ممكن يخلي الأحمر ظهر وهنا لما خلي الأزرق وجه ممكن يخلي الأخضر أو الأحمر ظهر هنا خلي الأخضر في الظهر بتاعه تمام كده يبقى هنا هو قدر يعمل عملية التبادل من غير ما يأثر على التشغيل بتاع الماكينة وفي نفس الوقت استخدم الثلاث ألوان صريحة على الوجه وعلى الظهر بخلاف اللي حصل مع اللي كان بيستخدم أقلام رأسية طب تعالى نشوف هنا الترتيب عمله إزاي؟ أول حاجة طبعا سن ممتد 2 على 2 لأنه هيعتبر كل ألم بلونين فبالتالي الإعلام كلها بالنسبة له بلونين فبالتالي إيه السن ممتد 2 على 2 هنا بقى هيبقى اللعب كله على تغيير ألوان المواكيك هيعمل أربعة أحمر وصادهم أربعة أخضر بعد كده يعمل أربعة أخضر وصادهم أربعة أزرق بعد كده يعمل أربعة أزرق وصادهم أربعة إيه؟ أخضر طب ترتيب الألوان هنمشي هنا بقى بترتيب الألوان بشكل أكبر بالراحة مع بعض هيقول لي ترتيب الألوان أحمر أخضر واحد أحمر أخضر أحمر أخضر أحمر وانتهى بأخضر تمام؟ ويرجع يبدأ بأخضر لن بدأ بالأخضر قال إيه؟ أخضر أزرق أخضر أزرق أخضر أخضر أزرق أخضر وانتهى بأزرق ويرجع يبدأ بأزرق عشان التصميم اللي جاي او القلم اللي جاي هيكون الظهر على الوجه ايه هو اللون الازرق فيبدأ ايه ازرق اخضر 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 ازرق اخضر 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 وهكذا للاخر طب يقدر يعمل كده على الوجه وعلى الظهر بالتالي بقى عنده تلات الوان ظهره على الوجه وتلات الوان ظهره على الظهر الوان صريحة طب ايه الميزة في النوع ده الميزة في النوع ده انه قدر ياخد الالون صريحة على الوجه والضهر طب فرق ما بينها و بين الأقلام الرأسية الأقلام الرأسية كان فيه مشكلة كان لازم الظهر يكون فيه خلط اللونين هنا لا أنا شغال بالمكوك و بعمل عملية التبادل فبالتالي أنا بعتبر كل ألم منهم بلونين فبالتالي قدرت أوزع الألوان زي ما أنا عاوز و ظهروا قدامي الشكل اللي أنا إيه عاوزوا على سطح القماش بتاعي طيب ده بالنسبة للإقلام طيب لو أنا عملتها ضماط ضماط يعني حصل تبادل ما بين الإقلام مربع هنا يبقى لونه أحمر و ظهره أزرق و مربع لجنبيه واجهه أزرق و ظهره أحمر و يحصل لعملية التبادل ما بين إيه ضماطه بعضها تعالوا نشوف التصميم ده شكله إيه و لما هيجي يتفرد على براء المربعات هيتفرد إزاي هنا ده شكل التصميم بتاعي كده لو طلعنا على الرسمة اللي معانا هنبص نلاقي أني عندي مجموعة مربعات ملونة الأحمر والأزرق في تبادل ما بينهم تعالوا نشوف كده و نشوف التصميم عندي اللي ظهر قدامي ده هنقدر نحوله إزاي على الورقة المربعات عشان نظهر بالشكل المطلوب هنا أول مجموعة مربعات أربعة في أربعة هنا ظهرين على الرسمة معايا لونهم أحمر المجموعة اللي جنبهم لونهم إيه أزرق في العكس من أعلى هيكون إيه الأربعة الأزرق جنبيهم أربعة أحمر تعالوا نطلع على الرسمة عشان نشوف الشكل بتاعنا عشان نقدر نشوف التصميم بتاعنا وإحنا بنفرج هنا طبعا أول أربع مربعات لونهم إيه لونهم أحمر بجنبيهم على طول أربع مربعات لونهم أزرق لما أجي أعمل عملية الفرد أنا محتاج فتل حشو وفتل تحبيس هنا طبعا بما إن هعتبرهم بلونين فبالتالي هعمل سن ممتد اتنين على اتنين في السدة ترتبتي بالألوان بتاعي عشان الألوان تطلع فوق بعض أنا في أجزاء أعتبرها أقلام طولية وفي أجزاء أعتبرها أقلام عرضية عشان أقدر أعمل التبادل في ترتيب ألوان اللحمة وكمان وأنا بحط فتل حشو أعمل التبادل بتاع الدرقتين إبعا كده عندي مجموعة أولى لها فتل حشو ومجموعة تانية لها فتل حشو إبعا عندي مجموعتين فتل حشو وما يجي على ترتيب ألوان الخاص باللحمة هعمل أربعة أحمر بالتبادل مع الأزرق واجه كرر الأزرق في التبادل اللي احنا شفناه مع الأقلام العرضية عشان يديني الشغل ده طب تعالوا كده نشوف تنفيذ التصميم ده على ورق المربعات هيتم إزاي أول حاجة طبعا نتنقل على التصميم بتاعي هنا طبعا ده نسيج الضماط اللي احنا كنا منتكلم عليه من شوية وقلنا نشوفه على الرسم هنا طبعا قدل أربعة الأحمر بتوعي جنبيهم أربعة أزرق ده طبعا يبقى له مجموعة فتل حشو وده مجموعة فتل حشو إبعا هيبقى عندي مجموعتين درق للحشو وين طبعا زي ما قلنا نما جاء عمل ترتيب ألوان اللحمة هيحصل هنا تكرار في الجزء ده عشان خاطر يظهر معايا اللون هنا على الوجه مرة تانية تعالوا نشوف التنفيذ هيتم إزاي زي ما قلنا أنا عندي مجموعة الدرق الخاص بالتحبيس أهم درق رقم واحد ودرق رقم اتنين نفهمش أي مشكلة طيب فتل الحشو بقى فتل الحشو زي ما قلنا هما مجموعتين مجموعة رقم واحد ومجموعة رقم اتنين خد بالك ترتيب الألوان مهم ترتيب ألوان اللحمة أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق أحمر أزرق هنا بيكمل مش بيفصل أحمر أزرق أحمر أزرق للآخر دي طريقة في الطريقة دي هعمل إيه بقى تقاطع لحماية بتاعتي مع فتل الحشو الخاصة بيها هتاخد نفس اللون بس هنا يحصل شأ بسبب المسافة دي تمام طيب عشان يعود الكلام ده طبعا هنا نبصي لايه أن هنا فيه طلاصق هنا فيه فراغ لكن هنا فيه طلاصق ما بين الاتنين بس هنا في النهاية هيظهر للإيه؟ هيظهر للدامة بالشكل المطلوب هنا طبعا زي ما قلنا تقاطع الأحمر مع فتل الحشو هيحط علامات و هنا تقاطع الأزرق مع فتل الحشو برضو هي هيحط علامات مجموعة فتل الحشو رقم اتنين تقاطع اللون رقم اتنين معاها هيتحط على علامات الحشو بتاعتي و هنا برضو اللون التاني مع تقاطع الفتل الحشو برضو بنفس الشكل هحط العلامات بتاعتي هنا رباط الدوس لازم يكون بطول التصميم بتاعه لأنه أنا شغال على ضمة فبالتالي لازم هستعمل أو هشتغل بنفس الطريقة بتاعتي لازم يكون برتفاع التصميم وبهكذا هبص لها أنه عند السن المتدد اتنين على اتنين همسك لحمة لحمة طبعا أنا محتاج أربع دوسات للأربع درقات فهمسك لحمة لحمة وشوف حركتها هنا الحركة الأولى أو الحتفة الأولى بيرفع الأولى ويسيب التانية ويرفع التالتة ويسيب الرابعة في الحتفة التانية بيرفع الأولى ويسيب التانية والتالتة ويرفع الرابعة وهكذا في الحدفة رقم 3 بيخفض الدرع الاولى بيرفع التانية والتالتة وبيخفض الاخيرة في الحدفة رقم 4 عندي بيخفض الاولى وبيرفع التانية وبيخفض التالتة وبيرفع الرابعة وهكذا بيفضل ماشي مع التصميم لغاية لما بيخلص التكرار بتاع عشان تظهر التصميم على هيئة المربعات اللي احنا شايفنا يبقى عندي مربع ازرق جنبه مربع احمر وهكذا بالتباتل طبعا ده لو مزدوج هكون اسهل في التصميم كتير هنا بقى الجزء التاني اللي انا بتكلم عليه تغيير ترتيب الالوان اغير ترتيب الالوان الخاصة باللحمة عشان يحصل ما يحصلش الفرق اللي شفناه من شوية لو رجعنا كده على التصميم التاني شايفين الفرق ده فينا اللحمتين جنب بعض لون بعض وهنا برضو جنب بعض يعني مختلفين في اللون بس متجورين هيعملوا مشكلة معايا على الصدح لكن هنا المشكلة تعالجت وبقى فيه التبادل اللي حصل في ترتيب الوان اللحمة ظهر ان فيه انسجام ما بين اللحمات وبعضها حتى فيه تبادل الالوان حصل ان هنا عندي كل صف بلون وفيه تبادل فيه الالوان بشكل ايه بشكل بسيط ساعد على ظهور المربعات بشكل ايه افضل وخصوصا فيه تقطعات الزوايا دي فبالتالي هنا الترتيب بتاعي احمر ازرق احمر ازرق احمر ازرق احمر ازرق ورجع تاني ازرق احمر ازرق احمر يبقى هنا بدأ باحمر وانتهى به باحمر في ترتيب الالوان وطبعا هنا ظهر معايا بالشكل المطلوب طبعا مع التكرار هبص على ان التصميم ظهر بشكل افضل طبعا وبرضو بنفس الطريقة في التصميم ده لازم يكون عندي درقتين للنسيج السادة اللي هو خاص بعملية التحبيس ودرقتين للجزء الخاص بالحشو رقم واحد ورقم اتنين رقم واحد للقلم الاولاني ورقم اتنين للقلم التنين هنا انا عملت التصميم بتاعي بالشكل المطلوب وظهر معايا تصميم بسيط وسهل طبعا تنفيذه بالشكل المطلوب هنا طبعا نتكلمنا عن زهر اللحمة الزهر من الوجهين مثلا كان اقلام افقية او اقلام رأسية وكمان اتكلمنا كمان عليها اثناء تنفيذ ضماته يمكن تصميم ضمات كان تصميم تنفيذه بسيط جدا يمكن عشان هي الموضوع مراجعة مش قادرين نفرد معاكو التصميم لكن احنا طبعا لو حابين احنا نتفرج على التصميمات دي اثناء عملية تنفيذها لو حلقات موجودة عندنا على صفحتنا على آآ اليوتيوب وهي صفحة قناة مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني وطبعا هنلاقي عليها كل التصميمات بتاعتنا هنا بيقولي تصميم بوحدة زغرفية هندسية مساعدة 12 في 12 مربع بلونين ويرود تنفيذها بطريقة اللحمة الزهرة من الواجهين حسب التأتيب القاتي السدة فتلة حشو الفتلة تحبيس اللحمة حتفة لون اخضر لحتفة لون احمر وده هنا تصميم مختلف تماما عن التصميم دي كان معانا هنا بقى معانا نقشة مش معانا وجه بلون وظهر بلون كان معانا أقلام الاول لا دلوقتي معانا نقشة نقشة بجد عايزة اظهرها في المواضع بقفيها في المواضع تانية فبالتالي لازم أعمل حساباتي بالزبط عشان أقدر أفرد النقشة دي وأفرد الالون بتاعتها على سطح المش تعالوا نشوف وإحنا بنفرد النقشة اللي معانا دي هنفردها ازاي عشان نشوف برضو التصميم بتاعنا هيتم عمله ازاي تعالوا كده نتفرج على فرد التصميم هنا طبعا زي ما احنا شايفين النقشة تشبه حرف الـ H في مواضع وتشبه فيه نقاط مدورة او مربعة فيه مواضع تانية فبالتالي أنا هنا عندي لونين لازم هيتموا أو يتحركوا بالتبادل تعالوا نشوف فرد التصميم بيبقى عامل ازاي هنا فرد التصميم كتير مختلف أنا هنا عندي كم مجموعة حشو أنا عندي أربع تلات مجموعات حشو المجموعة الأولى المجموعة التانية للمربعات المجموعة التالتة للألم التانية يبقى هنا لو رجعنا للتصميم الجزء ده وده له مجموعة حشو والجزء ده له مجموعة حشو والجزء ده وده له مجموعة حشو جديدة أما الجزء ده فحركته يشبه الجزء ده فحركته فبالتالي هيتحط على نفس مجموعة فتل الحشو بيبقى هنا عندي كم مجموعة فتل حشو عندي تلات مجموعات فتل حشو عشان أقدر حرككم بالتبادل مع بعض عشان اقدر عملية احط العلامات بالشكل المطلوب هنا تعالى بقى نشوف التوزيع هنا طبعا فتل الحشو بتاعتي المجموعة بتاعت طبعا الفتل التحبيس بتاعتي لوصلني 2 على 2 زي ما هي عايزة سادة يبقى هنا عند الدرقتين للسادة من اسفل ايه الدرق رقم 1 الدرق رقم 2 بعد كده مجموعة الحشو رقم 1 مجموعة الحشو رقم 2 مجموعة الحشو رقم 3 تعالى تشوف بقى التنفيذ بتاع حشو 1 و 2 و 3 هيتم ازاها التصميم وزاها تقاطع كل طبعا احنا قلنا اللون اللي عايزه يظهر مع تقاطع فتلة الحشو بتاعته احط عليه لون اللحمة مجموعة واحد كلها لو عايزها تظهر في اللحمة رقم 1 يبقى لازم كل تقاطع عليها مع اللون اللحمة بتاعتها احط اللون بتاعها تعالوا نشوف الكلام ده على التصميم هيتم ازاي هنا طبعا اللحمة بتاعتي اللي هي باللون الاحمر تقاطعها مع اللون مع الحشوة بتاعتها هتديني ايه اللون بتاعي الاحمر فبالتالي هبدأ ان انا اشتغل وحط العلامات بتاعتي بالشكل المطلوب وهبدأ ان انا احط التصميم طبعا هي نفس الفكر اللي احنا نفزنا بها التصميمات الباقية بالتالي ده طبعا الشكل من اشكال التصميم هنا النهاردة احنا اتكلمنا عن الاقمشة اللي بستخدم اللحمة الظهرة من الوجهين واستخدمنا فيها اكذا طريقة يمكن القاعدة بتاعتي مش هتختلف حتى في النقشات اهم حاجة افصل المجموعات نقش عن بعضها زي ما احنا شفنا واقدر اعمل التصميم بالشكل المطلوب هنا احنا رجعنا جزء مهم جدا ووصلنا كمان احنا حط نقشات عندنا على التصميمات بتاعتنا بقى معانا مفروض الجزء الخاص بالوبرة والجزء الخاص بالانسجة المزدوجة هتلاقوا المراجعات بتاعته موجودة عندنا على صفحتنا على يوتيوب كنات مصر التعليم الفني قطاع التعليم الفني وطبعا هتلاقوا عليها كل الحلقات السابقة لو حابين ان احنا نتفرج عليها ونراجعها في نهاية حلقاتنا طبعا هتنالكو التوفيق وخلي بالنا وحنا بنرسم من الوان بتاعتنا والتصميمات بتاعتنا ركز كتير جدا في الامتحان بتاعك عشان تقدر تطلع بالدرجات المطلوبة وبنتمنى لكم التوفيق وللقاء في الحلقات الجاية مع السلام